كابتن محمود خطيل سيدة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي معالي الوزير أشرف صبحي وزير الرياضة معالي الوزراء حقيقة معالي الوزراء يعني أنا برحب بيوم بشكل شخصي أنه جزء منهم أو كتير منهم كانوا أسد زيتي تعلمت منهم في حاجات كتيرة فشرف لي أنهما يكونوا موجودين معانا النهاردة السيد الرئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمرة وأعضاء مجلس إدارته السادة الحضور الحقيقة يعني كل مرة كنا بنبص فيها على فيديو للجمهور النادي الأهلي والإحساس بتاعه والواحد بيبقاعد مفتخر النهاردة يوم مختلف بالنسبة لي ويعني أستاذ يعقوب حضرتك لمست قلبنا كلنا وقلبي أنا شخصيا لكن الفيديو ده الحقيقة النهاردة مخلي الموضوع صعب علي قوي لأنه بعد اللي احنا شفناه أنه أقف هنا عشان أتكلم على حلم للنادي الأهلي دي حاجة كبيرة قوي فمعليش سامحوني أنه جزء من كلامي النهاردة سيكون فيه جزء عاطفي جدا على عكس عاطفي في الحقيقة طيب أولا الشرف ده مستمد من أنه إحنا النهاردة بنتكلم على حلم كبير جدا للنادي الأهلي حلم بقاله سنين حلم ابتدى من سنين طويلة والحلم ده عشان نحققه بالشكل المناسب كان لازم وإحنا بنفكر نقول مين السنتر مين اللي حيبقى نقطة تركيزنا الرئيسية وإحنا بنعمل الحلم ده حقيقة نقطة تركيزنا الرئيسية هي جمهور النهاردة الأهلي وده حاجة أنا تعلمتها من كابتن محمود ومن مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة لكل ما بيبقى فيه أي انتراكشن أنا بحس بقد إيه جمهور النهاردة الأهلي هو المحرك الرئيسي ليهم جمهور النهاردة الأهلي ما يستحقش استاد عادي جمهور النهاردة الأهلي يستحق أكتر بين كده بكتير ويمكن عشان كده أول ما بدنا نشتغل على الحلم ده الأرض دي كانت نادي واستاد وده كان حقيقة أول تحدي لنا إن إحنا إزاي هنغير بدل ما يبقى النادي والاستاد بس إنه يتحول إلى نادي ومدينة رياضية فيها استاد ولو هنتكلم على الاستاد فالحقيقة إحنا مش نتكلم على مبنى الاستاد لأنه مبنى الاستاد ده فيه ناس كتير قوي تقدر تعمل مباني حلوة بس جمهور الأهلي مش عايز مبنى بس إحنا بنبص على إنه المعايشة بتاعت إنه أروح مطش للنادي الأهلي لازم تختلف جمهور النهاري الأهلي يستحق إنه يعيش في تجربة مع كل وجوده وراء النادي الأهلي تبقى تجربة ممتعة وإيجابية من أول دخول وخروجه إحنا بنتكلم على إنه إزاي نملى الاستاد ويفضف أقل من ساعة مش حد محتاج يروح خمس ساعات قبل المتش لازم التجربة تبقى إيجابية لازم وهو موجود جوه الأستادي بقعد مستمتع مستمتع بالمتش ومستمتع فيما بين الاستراحة في المتش ومستمتع في جوه الملعب وبرى الملعب ده اللي احنا بنحلم به وده اللي احنا إن شاء الله سنحققه بمساندة الجميع مش بس كده احنا بنتكلم على محب الأهلي الاستاد مش لازم يبقى يوم المتش بس فيه كتير قوي من الأهلوية عايزين يبقوا وراء فرقة الأهل ويبقوا متواصلين مع اللعيبة وقت التدريب لازم ده أو التجربة اللي احنا حنعملها أروا استاد اللي احنا حنعمله يكون بيسمح لهم بكده عشان الجمهور اللي هو سر نجاح الأهلي وعلى فكرة فيه سر تاني حقلكو عليه بعد شوية لكن الجمهور اللي هو سر نجاح الأهلي لازم يتواصل مع اللعيبة بشكل أقوى وأحسن عشان نستفيد من القوة دي وانا عارف انه اللاعب رياضة عارف يعني ايه الجمهور يبقى وراه فرق جامد قوي فكل ده احنا خدناه في اعتبارنا واحنا بنتكلم مع المصممين اللي هيصمموا الاستاد واتحطت قواعد رئيسية لشكل الاستاد وتصميماته تمام بس ده الاستاد بس هو الاستاد كفاية لا مش حاجة كفاية على الجمهور الأهلي كل الدنيا دلوقتي بتتكلم على مدن رياضية مدينة رياضية متكملة سواء كان فيها جزء تعليمي عشان ننعلم الرياضة ان الرياضة النهاردة بقت علم ما بقتش موهبة بس او جزء طبي لانه العلاج الطبيعي والطب الرياضي النهاردة بقى جزء كبير جدا من نجاح اي فرقة في العالم فده لازم يبقى موجود جزء فندقي لانه الفرقة اللي هتيجي دي تستحق ان احنا نرحب بيها بشكل لائق فكل ده اتحط في المدينة الرياضية وانا متأكد النهاردة انه يعني لما هنتكلم على التحالف ويمكن هنا كان اهمية ان احنا يكون عندنا تحالف بالشكل اللي هنشوفه النهاردة حقيقة انا بقى ثمن وبقى قدر التحالف وبهنيهم اولا على اسم القلعة الحمراء مفيش حاجة احلى من الاسم ده فانا بهني الفريق اللي اختار الاسم وبهنيهم على اختيارهم للتحالف لانه زي ما هنشوف النهاردة احنا مش بنتكلم على المباني بس كلنا نقدر نعمل مباني لكن المكان مش مش بشكل البنى بتاعه المكان بشكل ادارته مين بيدير المكان ده وزي ما هنشوف النهاردة احنا التحالف ده في خبرات رياضية تسويقية لها باع كبير في خبرات تمويلية مشهود لها بالكفاءة في العالم في خبرات في ادارة الاستداد مشهود لها في العالم هناك خبرات في إدارة الفنادق مشهود لها في العالم، فنحن النهاردة قبل أن نتكلم عن المبنى، كما نقول لن نتكلم عن الهارد وير بس، لن نتكلم عن الهارد وير والصوفت وير لأن هذا هو المهم لكي نستطيع أن نحقق حدمنا. طيب، أنا قلت لحضراتكم أن هناك سر تاني، وهو فيه سر تاني، الحقيقة عندما يتكلم النهاردة على جمهور النادي الأهلي، كما كان يتكلم عن الجمهور ودوره والمسندة وأنه حتى يكون هناك نقد بناء، وهو الحقيقة جمهور النادي الأهلي الذي يتكلم عنه، أنا أحس بالضبط أن هذا هو مجلس إدارة النادي الأهلي، التعاون الذي بين شركتنا ومجلس إداراتنا وشركة النادي الأهلي بالضبط مثل الجمهور، هناك مسندة ونقد بناء، ونحن سعداء بهذا. طيب، إيه السر؟ الحقيقة اشتغلت، يعني اللي يعرفني يعرف أنا اشتغلت في مؤسسات عالمية كبيرة جداً في العالم، واشتغلت في مصر واشتغلت برا مصر، السر هو في طريقة اتخاذ القرار في النادي الأهلي، النادي الأهلي، نادي مش بس مؤسسي، أنا شفت شركات كبيرة بتدار بشكل مؤسسي، وده حاجة عظيمة، لكن لما تبقى الإدارة المؤسسية دي جاية من مبادئ راسخة، أساسها الاحترام، وأساسها إنه النادي الأهلي فوق الجميع، ده أنا ما شفتوش في أي حتة في الدنيا، وفي رأيي، لو حد بيسأل ليه النادي الأهلي عنده بطولات أكتر من أي نادي في العالم، أكيد الجمهور، بس كمان الإدارة المؤسسية، فأنا بهني النادي الأهلي على ده، وبجد يا جماعة أنا تعلمت منكم كثير، النهاردة الحقيقة يوم حاسم، لأننا نتكلم على نقلة نوعية من أننا نحلم، لأننا رايحين في إطار ما بعد الحلم، في خطوات في اتجاه أننا نحول الحلم الحقيقة، وهذه خطوة كانت مهمة جداً جداً أننا نقدر نوصل لها، والخطوة دي ما حصلتش بسهولة، نحن بقالنا يعني أكثر، مقربنا على سنة تقريباً من ساعة ما بدنا الشغل بتاعنا في الجزئية دي، وعشان نوصل للخطوة دي، كان لازم يبقى فيه تعاون ما بين كل الأطراف، والحقيقة ده اللي أنا ألمسه، كان لازم يبقى فيه مساندة من مجلس الإدارة بتاع شركة النادي الأهلي، ومساندة من مجلس إدارة النادي الأهلي، لكن زي ما إحنا عارفين، وزي ما أنا متشكل قوي على الفيديو وعلى الأحاسيس اللي كانت فيه، المسؤولية كبيرة، وأنا حاسسها أكثر من أي يوم تاني، أنا كنت طول عمري بتفرج على الفيديو ده، وبقاعد سعيداً النهاردة بتفرج على الفيديو ده، وأنا حاسس بأن أنا حد حط عليها تقلي كبير، لكن أنا متأكد أنه مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، وبدعم مجلس إدارة الأهلي، إحنا قدها وقدود، وعشان نوصل للخطوة اللي بعد كده، عشان نحقق الحلم، إحنا عندنا شغل كثير، هنعمله شغل عشان نوصل، إن إحنا نحقق الحلم ده مع تحقيق وين وين، يمكن معالي الوزير يتكلم على أنه النهاردة، الرياضة بقت مختلفة، النهاردة الرياضة لازم يكون فيها بعد اقتصادي، النهاردة الرياضة لازم يبقى فيها بعد استثماري، وبعد فيه شركات، عشان أي شركة في الدنيا تنجح، لازم يكون طارق الطرفين بتوع المفاوضات، هدفهم الوحيد هو أن نحقق وين وين للطرفين، أو أن كل طرف فيهم يحقق أهدافه سواء الاقتصادية أو المعنوية، لكن أنا عندي ثقة في مجلس إدارة النادي الأهلي لمنشآت الرياضية، وعندي ثقة في مجلس إدارة النادي الأهلي، وعندي ثقة في التحالف، إنه مع بعض حنقدر نتحرك ونخلي الحلم حقيقة لنا كلنا إن شاء الله، في النهاية، الشكر واجب، فأولاً أنا عايز أشكر مجلس إدارة شركة الملشآت الرياضية على دعمهم ليا، وعايز أخص بالشكر دكتور خالد سري، إحدى أبرز القانونيين الموجودين، ليس في مصر بس، بس أكثر من كده على كل مساعدته لنا وكل مجهوده لنا، دكتور أحمد، الحقيقة النهاردة دكتور أحمد ما درش يحضر معنا لأنه عنده يعني وعاكة صحية، دكتور أحمد هو شريك والرئيس التنفيذي لشركة دار الهندسة، إحدى أكبر الشركات الهندسية، الحقيقة دكتور أحمد كان معنا، أحمد عبد العظيم كان معنا كتف في كتف طول الوقت عشان نقدر نوصل للوقت ده، وطبعاً حازم، المهندس حازم، يعني أخويا وصديقي اللي دينامو بتاعنا كلنا، فده شكر لمجلس إدارتنا، شكر خاص لشركة إنفرجن، اللي ساعدتنا على أننا نحول المكان من مجرد نادي واستاد إلى مدينة رياضية، شكر خاص لمهندس محمد كيمل وأعضاء التحالف على مساعدتهم لنا أن نحن نوصل للخطوة دي النهاردة، وشكر لدكتور سعد، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الحقيقة الرجل ده لم يبخل علينا بأي جهد، وهو عنده من الخبرات الرياضية، الحقيقة نفعتنا جداً، وكانت سند لنا في كل قراراتنا وكل اختياراتنا، فأنا بشكره على هذا، أما شكر الأخير، والحقيقة ليس معروف عني أن أتكلم عن شخص شخص، ولكن شكر الأخير لحد أنا طول عمري كنت ببصله وتعلمت منه، فأنا بلعب رياضة، أنه كيف الرياضة؟ ليس مجرد أنك تكسب الرياضة أخلاق، كلنا تعلمنا هذا من كابتن محمود الخطيب، أي رياضي في مصر تعلم هذا منه، لكن الحقيقة عندما تعمل جنب كابتن محمود الخطيب، وترى الجزء الثاني من كابتن محمود الخطيب، ليس كابتن محمود الخطيب نمرة عشرة، الذي فرحنا كلنا والذي نحبه في الملعب، كابتن محمود الخطيب كشخص يدير مؤسسة كبيرة مثل مؤسسة النادي الأهلي، أولاً، مهما كلمتكم على التفاني، لا أعتقد أنه سوف أعطي له حقه، أنا آسف أن أقول هذا وأعلن هذا، لكن في الوقت الذي كان كابتن محمود الخطيب في باريس يتعالج، كنا نجتمع معه بطلبه لكي لا نتعطل، لا يوجد أحد في الدنيا يفعل هذا، فهذا بجد دعنا نتعلم ما هي كلمة تفاني، أنا تعلمت ورأت ما هي كلمة إصرار على تحقيق الهدف، إذا كان عملنا موضل للإصرار على تحقيق الهدف، كابتن محمود الخطيب سيكون أحسن حاجة نرسمها، فأنا الحقيقة شرف لي أن نعمل مع كابتن محمود الخطيب ومعكم، وأشكره على كل المسندة والمجهود الكبير الذي عمل، شكرا للمشاهدة